السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبنا المشتركين معنا في القناة حبيبنا جوا مصر حبيبنا برا مصر اني وحبكم جميعا في الله موضوع حلقتنا النهاردة شايت جدا وهتشوفوا حاجات جميلة جدا جدا اول مرة ان يعرضها على القناة هنشوف مع بعض فروخ الكوكتيل بعد ما كبرت وبقى شكلها جميل جدا جدا ومميز لاول مرة على القناة وكمان هنتكلم عن المسابقة اللي احنا بنعملها يوميا في جميع فيديوهاتنا المسابقة عبارة عن سؤال بيتطرح داخل الفيديو وحضرتك بتركز في الفيديو جدا جدا عشان تعرف السؤال عايز منك ايه وتنزل بسرعة جدا جدا في التعليقات وتكتب الإجابة بتاعتك قبل اي حد عشان تفوز معنا بكارت شح جميل جدا جدا وبصرف النظر عن الكيمة سواء بسيطة او كبيرة الفكرة كلها من المسابقة ان حضرتك تركز معنا في الفيديو جدا جدا علشان تقدر تستفاد وتبقى مربي ناجح وبالنسبة للفائزين زي ما حصل مع حبيبنا انبارح اللي فاز معنا انا بكتب اسمه في التعليقات وبثبت التعليق وبخليه اول تع بحيث ان هو اي حد يخش القناة يشوفت الاسم الفائز اللي كسب معنا في الفيديو ده وطبعا حضرتكو عارفين ان في القناة التانية برضو نفس الفيديوهات بنفس المسابقات وكل فيديو بينزل بيتبع عليه المسابقة كل المسابقات عبارة عن كروت شحن بتتبعت للمتسابق الفائز اول واحد بيكتب الاجابة في التعليقات تحت وطبعا انا بتأسف لحبيبناك اللي موجودين معنا في القناة اللي هما بيتصلوا بيا وما بقدرش ارد عليهم او بيكتبوا لي تعليقات سواء على الفيسبوك او في التعليقات القديمة وانا مكنتش قدر ارد عليهم غزبا عنه والله مشغول جدا 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 وبحاول قدر المستطاع اعمل لكم فيديوهات كويسة ويكون فيها حلول لكل المشاكل اللي بتقابل حضرتكو في التربية والتفريخ تمام ان اعجبك الفيديو اسجل اعجابك ولا تبخل باختراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لاتصلك فيديوهاتنا اليومية الكوكتيل اللي معنا النهاردة ده هنتكلم عن انتباعه بطريقة تأكيل والفروخ وهنتكلم كمان ازاي نقدر نتصرف مع الكوكتيل لما يكون تحتيه الفروخ وازاي نقدر نهتم به عشان يطلع لنا فروخ قوية ومية مية اما بالنسبة للعش واللي داخل العش بالنسبة للفضلات والفروخ تعالوا نفتح العش ونشوف الدنيا فيها ايه يلا نقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك ايه رأيكم بسم الله ما شاء الله الفروخ بقى شكلها غريب جدا غير الاول خالص غير ما احنا شفناها كان لسه طلعا من بيضة شوف شكلها جميل ازاي وربنا رزقنا باحلى مفاجأة كمان ان في زغرولين تلعوا لاتيني الوان فتحة وزغرولين تلعوا حبشي فعشان كده انا بقول له حضراتكم بص كوكتيل لازم تعرف الاهالي بتاعة الجدود بتاعة الفروخ يعني الاهالي بتاعة الاهالي ليه عشان خاطر شايف الجزده عامل ازاي ده جوز حبشي اتذكر حبشي والنتاية فون مطلعين ايه في الانتاج مطلعين اتنين فتحين واثنين حبشي اتنين لاتيني فاتح واثنين حبشي عشان خاطر الجدود بتاعتهم الجدود بتاعة الفروخ دي النتاية كان ابوها امها لاتيني يعني فيها صفة الاسبلت لما لما نيجي نمسك كده الفرخ بص هتلاقي الفرخ عينه حمرة ولونه فاتح يعني طالع لاتيني طيب ازاي والاهالي مش لاتيني الاهالي حبشي بل اهالي فيهم اسبلت اسبلت يعني هم حابلين الصفة بتاعة الجين اللاتيني بس مش باين عليهم في المظهر فهم بيورسوها لعيالهم يعني الفروخ كلها بتاعتهم هيطلع فيها لاتيني تمام? عشان كده بقول لحضراتكم الاهتمام بالعامل الوراثي في الكوكتيل مهم جدا جدا عشان نقدر نعرف الفروخ هتطلع ايه تمام? اما بالنسبة للعيش زي ما حاجتكم شايفين الكوكتيل بيتبع حجمه اكبر من الفروخ الباجي تمام? والفضلات بتاعته بتبع كتيرا بس دوت لازم نتعامل معها بحرص شوية وفي المرحلة دي بالذات المرحلة الكوكتيل بيتبع حساس جدا جدا لما يكون لسه طالع من البيضة بيتبع الفروخ بتاعته ضعيفة جدا وتستوي الدنيا ساعة فممكن يموت بهمتها السهولة فاحنا لازم نهتم بالاكل جدا وبنحط لهم حاجات نواعي علشان خاطر الاهالي تبدأ تديهم قيمة الغذائية بتاعتهم علشان خاطر من عيتهم بتبعض عيفة جدا وفي نفس الوقت برضو ما نقدرش ننظف العيش الا بعد ما يتموا خمستاشر يوم او عشرين يوم يلازم يكون الريش بتاعهم آآ ظهر والريش بتاعهم اكتمل علشان الفكرة كلها في حكاية الريش لما يكتمل ان انت لما تيجي تطلعهم وطبعا اذا كنش فيها بيرفن او فيها ريحة تيجي تطلعهم وتنظف العيش كويس جدا جدا ونحط نشارة جديدة وبعد كده بتبدأ تدخلهم يجي الام والاب يجي البصوا على العيش هيلاءه في نشاره جديدة فى يبدأوا يخافوا ان هم يخشوا يجي الافروغ تبدأ جميعنا هيبضاءوا ينصاصوا ويفضلوا ينعدوا على الام والاب عشان يأكلوهم الغريزة بتاعة الام والاب بhal Kreبة هيدطروا انهم يخشوا فيها عشان يأكلوا الفروغ وهي دي الآية الاعيش بنستعملها للما نيجى نغير النشارة燃 بتاعة العيش منحفز الفروغ بالجوع ان هما ينضعوا الام والاب وبنحفز الام والاب بالغريزة بتاعت التأكيل ان هما يخشوا يأكلوا جوه فبالتالي اننا بتبقى عشرة العشرة وما فيش اي مشكلة. اما لو عملت الكلام دوت وهي هما لسه لبقى صغيرين الام والاب هيكسلوا يخشوا جوه والفروخ مش هتعرف طبعا تنادي لانها لسه صغيرة مش هتعرف تنادي على الام والاب عشان الاكل فبالتالي ممكن الفروخ تموت تمام? يبقى اهم نقطة في موضوعنا النهاردة لما نيجي نغير النشارة بتاعة البياضة لازم نصبر على الزغليل لحد ما تبدأ تريش عشان يبقى عندها صحة تقف عن رجليها وكمان يكون عندها صوت ان هي تبدأ تنادي على الام والاب عشان تأكلوهم تمام? غير كده الدنيا هتموز معنا والزغليل هتموت من الجوع وفي ناس كتير او او بتقع في المرحلة دي تمام? طيب نفترض دلوقتي ان خلاص الفروخ كبرت بفضل الله وريشت وخلاص هتتفتم وبدأت النتاية تبدأ تعمل عش جديد وهتبدأ تعمل دورة جديدة هنعمل ايه? نبدأ ناخد العش ننظفه مرة تاني بعد ما الفروخ خلاص اتفتمت ننظفه مرة تاني وبنجهزه للدورة بتاعة النتاية طبعا نشارة جديدة ونزبط لها المكان كده ونقول لها تفضل ست الكل خش اعملي دورة جديدة اهتم بحاجتك واهتم بتيورك عشان ربنا يكرمك فيها وهو دوت افضل طريقة لتربية الكوكتيل الاهتمام بالنظافة والتغذية طبعا نتكلمنا بكده عن التغذية وقلنا لازم نهتم بالتغذية جدا جدا لما يكون الكوكتيل تحتيه فروخ ولازم نحط الفتمينات المصردة اللي احنا اتكلمنا عليها الجروب والالف ده لسري هي والاملاح المعدنية الحاجات دي مهمة جدا جدا لنمو الفروخ بعض الناس يقول لك ما تحطش فتمينات لما يكون فيه فروخ صغيرة الكلام ضوت خطأ جدا الفتمينات بتنفع جدا الكبار عشان ضغط التأكيل والمجهود بتاها التأكيل وبتنفع الصغيرين عشان التكوين العضلي لجسم العصفور عشان يطلع حجمه كبير وفي نفس الوقت برضه بيهتم بالريش ونموه الريش عشان العصفور بتاعها كيطلع على شكله مية مية تمام وكل ما كترت الفروخ لازم كمان تدعم البيت بالبقصمات او البيت بخلطة الميكسي بتاعت التأكيل اليدوي سؤال حلقة النهاردة هو متى يتم تغيير النشارة اختار من الاجابتين واحد عند اكتمال ريش الفروخ اتنين قبل اكتمال ريش الفروخ اكتب الاجابة في التعليقات وبسرعة قبل اي حد علشان تفوز بالجائزة تحياتي لكم واني احبكم جميعا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ان اعجبك الفيديو اسجل اعجابك ولا تبخل باختراحتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لاتصلك فيديوهاتنا اليومية اشتركوا في القناة